اشتركوا في القناة صحة وسعادة ادموا لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وابدا إذاعة نور دبي في هذا البرنامج مستمعين مثل ما عودناكم دائما نستقبل آراءكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير قطاع الصحي في إمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فأهلا وسهلا بكم في هذه الساعة الإذاعية الرمضانية التي نتمنى نصل بها وإياكم إلى نمط الحياة الصحي والسعيد أرحب بفريق العمل معي في إعداد هذه الحلقة زميل يوسف سعد في التنسيق معنا ميرا المري وفي الإخراج عيسى سبيل هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العليم طيب مستمعين أما نبتدي معاكم حلقتنا إن شاء الله يعني الدراسة والخبر اللي عندنا اليوم لكن نذكركم بأرقام التواصل على 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 طيب البث المباشر خلصها الحين بدنا شو صحة وسعادة فخلوا لنا التدفونات حق الأشخاص اللي يبغون يتواصلون معنا الله يزاكم كل خير يعني عموما النظام الغذائي المثالي لمرضى السكري يعتبر مرض السكري من الأمراض التي تحتاج ليس فقط إلى العلاج بل وإيضا إلى اتباع نمط حياتي خاص والالتزام بالنظام غذائي محدد لمنع تفاقم المرض وتدهور الحالة الصحية للمريض طبعا يبنى النظام الغذائي لمرضى السكري على أساس حصوله على كمية الطاقة اللي تحافظ على وزنه مستقرا وعموما يجب أن يحتوي النظام الغذائي لمرضى السكري على 50% كربوهايدرات 30% بروتينات 20% دهون ويجب على مرضى السكري لالتزام بمواعيد ثابتة لتناول الطعام لمنع الشعور بالجوع أي أن عليهم تناول 5 إلى 6 وجبات في اليوم في أوقات ثابتة قدر الإمكان يمنع مرضى السكري من تناول مواد الغذائية المحتوية على كربوهايدرات سهلة الامتصاص مثل السكر والحلويات والمربيات والعصائر والمشروبات الغازية والعنب والزبيب والتين والخبز الأبيض والمعجنات كما عليهم التقليل جدا أو التخلي عن تناول المشروبات الكحولية كما يفضل التقليل من الدهون الحيوانية واستخدام الدهون النباتية بدلا منها وكذلك التقليل من تناول ماكرونة والبطاطا مقابل هذا يسمح لمرضى السكري تناول مواد الغذائية التالية المكسرات بأنواعها السبانخ الخضروات الورقية البروكلي الذرة البطيخ الأحمر الفلفل الحلو الحمضيات والثمار والطماطم كما يجب عليهم تناول مواد الغذائية غنية بالألياف في الغذائية والكربوهايدرات المعقدة مثل فواكه والخضروات الحبوب الكاملة والبقول والفاصولية والعدس والبازلاء طبعا الحفاظ على مناعة الجسم يجب بين فترة وأخرى تناول مواد غذائية تحتوي على بروتينات ذات أصل حيواني مثل الحليب ومشتقات الألبان وأنواع السمك غير الدهنية واللحوم المختلفة نحن نذكر بهذا الموضوع لأن يعني مرضى السكري محتاجين يعني أهم شغلة في حياتهم اللي هي اتباع نظام غذائي مثالي لأنه خلاص يعني يوصل مرحلة لأنه هو محتاج أن يتبع هذا النظام الغذائي مدى الحياة أذكر واحد من الإخوان كان يقول مصاب السكري كان يقول يعني المرض هذا أول شي نحن رب العالمين ما بتلانا فيه إلا لأنه يحبنا اثنين المرض حلو اسمه حلو حتى السكري ثلاثة يخليك تتبع نظام صحي غصبا عنك فيقول حياتي أنا تغيرت يعني من نصف المرض يقول الحمد لله نزين على هذا المرض يقول فيه غيري الله بال لنا بأشياء ثانية ولكن سبحان الله أن المرض هذا يعني غير من حياتي غير من سلوكياتي قمت أمشي على الأنظمة الغذائية الصحية زين اللي كان مفروض أني أنا أمشي عليها قبل أن أصاب به هذا المرض وما كنت أمشي عليها ولكن صحتي للأفضل فيقول هو مرض مزمن تعيش معه عشان شسمه خلاص يصير عندك سلوب حياة أمنوع النادي اللي سلوب حياة في الدوري عندنا لوصل ها ما حق تدقى على الطاولة زين ما علي يرجع الوصل وترجع أياما إن شاء الله نحن مستنسين أن العمبر يخذ الدوري يعني مستنسين لنادي الشارجة لأن مدرب مواطن يحقق هذا الانجاز فأكيد الكلبي ينبسط له عموما في خبر ثاني يعني خلال عشر أعوام علماء يبشرون بعلاج السرطان نهائيا يا الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله قال كبار علماء المملكة المتحدة أنه يمكن علاج السرطان نهائيا في غضون عقد من الزمن باستخدام عقاقير جديدة تسيطر على الأورام وتكبح طبيعتها الفتاكة أوضح البروفيسور بول ووركمان رئيس معهد أبحاث السرطان في لندن أن عمله الرائد عالميا سيجعل السرطان مرضا يمكن السيطرة عليه ويعتقد العلماء أن العقاقير الجديدة ستسمح بالشفاء الفعال من السرطان والسيطرة عليه كمرض طويل للأجل مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو الربو خلال عقد من الزمن يعني خلال عشر سنوات ويعد السرطان فتاكا لأنه يتكيف مع العقاقير بسرعة لذا ينمو الورم وينتشر ويصبح غير قابل للشفاء ولكن معهد أبحاث السرطان في لندن حدد الأسباب المسؤولة عن بعض هذه التغيرات وأكد أن العقاقير الجديدة قادرة على وقفها وقال ووركمان أن النتيجة ستكون علاجا فعالا في ظل تعرض مرضى السرطان للعلاج الإشعاعي والكيميائي والجراحة يار الله هو اسمه ووركمان يعني ما أدري الترجمة إذا صح يعني هو رجل العمل رجل الشغل الأهم عنده اسمه متداول اسمه ووركمان المهم إن شاء الله يا رب والله يعني وايدة عزاء على قلوبنا يعني فقدناهم بسبب هذه الأمراض متمنى الشفاء لكل مرضى مو بال يعني الإماراتي ولا العرب ولا المسلمين المرضى كلهم من غير السنثناء في العالم كله المرض يعني هو ابتلاب ولكن الصابر لهجر كبير فالله يشافي يعني كل واحد ما بتلبي أي مرض والله يعافينا يا رب وما نتمنى المرض لأي حد لأنه ساعات تعرف يرح بسيط في ديك شي بس يعني تعال اغسر يديك تحس بحرقة ساعات تسبب لك ألم وظفرك إذا انكسر فما بالك إذا كان الألم يعني في أحد الأعضاء الفعالة في الجسم هذه مشكلة طيب نطلع فاصل أنزه نطلع فاصل بعد الفاصل نتواصل صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج التي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للألام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وإبدا إذاعت نور دبي أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق رسالة نصية على 4006 نذهب الآن إلى فقرتنا التغذوية وطبعا مستمعين يعني ما زلنا متواصلين في هذه الأيام المباركة مع شهر رمضان الكريم وأيضا يعني الحديث عن الغذاء والتغذية والصيام والأنماط الصحية من الأحاديث المهمة جدا على أساس ذلك يعني خصصنا الفقرة الثانية دائما للحديث عن هذا الموضوع وأنا يعني بقلنا كم حلقة في رمضان فقلنا يعني نوجه هذه الرسالة رسالة الشكر لإدارة التغذية السريرية كذلك على تعاونهم الكبير معنا في هذا البرنامج أيضا يعني تم إعلان إجازة العيد بأنها بتكون يعني تقريبا سبوع من الأحد إلى الأحد فهذه فرصة لمحبي السفر والسياحة أنهم يعني يتوجهون إلى العديد من الوجهات اللي ممكن أن يعني يستثمرون في الترويح عن أنفسهم ولكن للسفر أيضا محتاج أنك أنت تشوف بعض الأشياء اللي هي تخص مسألة أنك أنت شو تاكل قبل السفر وبعد السفر يعني أثناء السفر قبل السفر وأثناء السفر فأبالك إذا هذا السفر ينكم عقب رمضان على طول فعشان تي نحن يعني خصصنا هذه الفقرة للحديث عن هذا الموضوع موضوع الغذاء المناسب قبل وأثناء السفر معنا عبر الهاتف أخة سوها نوفا لخصاية التغذية العلاجية في هي تصحة في دبي صبح شاء الله بالخير سوها صباحا يروي السرور أخ محمود يا هلا شو يعني الغذاء المناسب قبل السفر وصدق يعني فيه أطعمة يعني محددة يعني لازم نحن ناكلها قبل ما نسافر أو أنه يوصل تفضلي في بعض النقاط للإنسان لازم يأخذ ويقف بعين الاعتبار ويكون حريف على تواجدها أثناء السفر وحتى قبل ما أنا أبلش أبدي أسوأ أروح وأسافر زي ما تفضلت إحنا هلأ طانعين من شهر رمضان اتعود الجسم على نظام معين على نظام الإفطار على نظام السحور في فترة شهر كامل الناس اللي اتبعت النصائح اللي كانت تأخذها خلال الشهر عبر المسجات اللي كانت توصل بالإداعة أو بمواقع التواصل الأخرى اتبعت النظام الغذائي الصحي فأكيد جسمها تأقلم على هالنظام فالناس من جرد ما تحكي لها كلمة سفر بتحط في عين الاعتبار خلاص أنه هناك يمكن أن نأكل أي شيء بالسفر كل شيء مفتوح كل شيء مباح لكن لا إحنا بنحاسب ندير بالنا خاصة زي ما تفضلت إحنا طالعين من شهر كان نظم جسمنا نظم أكلاتنا نظم وجباتنا نحاولنا بقدر المستطاع نختار الأكل الصحي ما أروح بعدها مباشرة على السفر أخرب كل اللي صار معاي فمن هذا المنطلق حبينا نلفت وزي ما تفضلت إنت الإجازة حتكون تقريبا أسبوع أو أكثر تسعة أيام إذا نحسب الويكند معها ففي ناس مباشرة ممكن تبلش تخرب في هذا النظام فحتى لو كانت إجازتنا مصادفة آخر أيام برمضان اللي هي آخر يعني الناس اللي بدأت سافر مباشرة مع الإجازة برضو هاي الناس لازم تاخد بعين الاعتبار زي ما أنا كنت بلشت من بداية الشهر الكريم أنا الاتباع النظام الصحي اللي كنا نتابعه مع بعض من حيث تناول الألياف من حيث تناول الصراطات شرب السوائل المفروض أظهر أنا مستمر على نفس النصف في هاي آخر الأيام ومع استقبال عيد الفطر السعيد إن شاء الله تعالى فإذا إحنا بدنا نحكي حاليا عن هاي فترة تحديدا طبعا هي تقريبا النصائح بتكون حتى مع إيجازة الصيف تقريبا في قواعد أساسي المفروض تكون نفسها لكن هذه الفترة تحتم لحتى كيفية الانتقال ما بين رمضان ما بين إيجازة العيد كمان فهلا إحنا قبل السفر قبل السفر الإنسان المطلوب يحاول قدر المستطاع أولا التخطيط للسفر إذا ما أتخطط للسفر مش بس على المكان اللي أنا بدي أسافر فيه مفروض حتى من جانب الغذائي جانب الوجبات اللي أنا بدي أتناولها أحضها في عيني باعتبار السفر مفتوح الوجبات مفتوحة ممكن يكون شكلها جدا موري إنه الإنسان يغامر ويجربها ويتناولها لكن أنا لازم أكون حريص على مكان تناولها حتى لو كان المكان الظاهر إنه مكان يعني مضيف وراقي مضيف أي ولكن لازم أكون حريص على محتواها في نفس الوقت أنا راح أسافر مش عشان أجي زائد ثلاثة أربعة كيلو أنا بدي أسافر أنبسط لكن أكون حريص بنفس الوقت أتضوق ممكن أتضوق طبق طباق جديدة أشوف الأماكن هذه لكن أكون حريص على محتوى وجبتي وبنفس الوقت على مكان تناول وجبتي قبل السفر أكون حريص جدا على تقوية المناعة عندي لإني أنا كمان أسافر على أماكن أنا ما أعرف شو الطبيعة حتى لو أنت قرأت هذا المكان لكن في أرض الواقع حتى جسمك أنت لا تعرف ماذا تقبله للمناخ أو للبيئة التي ستكون فيها صحيح الأجهزة التي تقوي المناعة عنها مثل ما نحكي ونطلق الأجهزة المواد المضادة للأكسد أكثر من الخضار والفواكه اللي لونها داكن بحيث أني أزود جسمي في أزيد من المناعة في جسمي تناول المكسرات برضو بزيد عندي شوية من المناعة في جسمي حيث نحن يجينا على السفر أثناء السفر إذا السفر كان مثلا في السيارة أوقات طويلة الناس في سفر السيارة إذا كان بيسافر على بعض الدول المجاورة حريص أنه دائما طول ما هو بالسيارة بدأتناول سناكسو هذا بالضبط أنا لما بدأتناول هاي الأشياء وأكلها أكون حريص أكون محضر مسبقة والله أنا طالع في السيارة مش بوهن كل ما حطت مثلا بترول أوقف أو مطعم أخذ من الفاست فود أخذ أشياء كلها دهون الشبوس سعراتها حرارية عالية فيما بعد تتعبني وأصير عندي بعض التربكات أو مثلا مع الحر الإنسان يتعرض لحالات عفوا الإسهال أو ما شابه فلا أكون أنا حريص لخلال التحضيرات أني أنا مسافر بالسيارة عندي محضر مثلا وخاصة الإسناكس المفيد مثل مجبوعة من المكسرات ما بين لول جول بذور بعض البذور يعني في عباد الشمس والأشياء الممكن يتناولها الإنسان كإسناك خفيف ممكن في الحافظة المبرد يحط بعض الخضار بعض الفواكه اللي يتناولها أثناء الطريق يحط الألبان الرواب سواء الرواب بالفواكه أو الرواب السادة لأنها من الوجبات اللي يعطيك شبع وبنفس الوقت أنت عارف إنها مبردة وصحية أثناء السفر أنت تناولها برضو أثناء السفر خاصة للناس اللي يتسافر بالسيارة الحرص على عدم تناول كثير من المنظهات في كثير ناتج هنظلوا صحيين طول الطريق تناولوا الرجبول ومشروبات الطاقة نحن ما نريد أن أذكر سامي سواء يعني لمنتجات معينة ولكن أعطل هي مشروبات الطاقة بس أنا أريد أن أسأل للحين يعني أحياناً الواحد لما يسافر فيه شغلات يبعد عنها قدر الأمكان يمكن أنا من تجربة شخصية خاصة فيني أنا الخضروات عموماً ما أكلها في أي مطعم السلطات كذا وغيرها ما أأخذ السلطات من المطاعم وكذا بالضبط أنا هذي هذي واحدة من الأشياء اللبن مثلاً أو الحليب أحاول قدر الأمكان أنه ما أأخذ من أي مكان فهذه هذي الشغلات هذه فيه أشياء معينة لازم نسويها من هذه السلوكيات طبعاً هناك أشياء نحن كنا حظين هذه من ضمن المحاذير أنك إذا لم تتتناول الخضار ده ما حكينا إذا لم تنظر موثوق أو أنت غافلها في إيدك فيفضل أنك تتجنبها لأنه خاصة الخضار مصدر غني بأنه ينقل كثير من الحشرات والجرافين ويسبب فيما بعد مساكل في الأمعاء فهن لازم أكون متأكد منها لكن فيه خضار بتكون نوعاً ما أنك إذا ما خفأ الخضار الغير مقطع خليناً نحكي يا محمود الخضار مثلاً الجزر الأشياء هل أنت ممكن تقتنيها وتغسلها في إيدك في أماكن إقامتك هل أنت تتناولها عشان تحافظ بنفس الوقت على تناولها تلالألياف لأنه أنت مش راح تقعد فترة السفر أسبوع خمس أيام عشر أيام من غير نهائياً لا خضار ولا فواكه صحيح تتناول بعض حساب أنت العزم ممكن تقتنيها ما تأخذ خضار مقطع أتأخذها داخل الصلاطات أو الأشياء هذه خذ إذا بدك تأخذ من الخضار هاي تأخذها زي ما هي تشتريها وتغسلها أنت في إيدك على ستتأكد إنها فعلاً انغسلت وتناولت بالشكل الجيد المقطوب صح الأشياء الوجبات اللي بتكون عالية بالدهون هاي برضو الإنسان اللي حاول يسلمها مش فقط مش السبب إنه بس بيادة الوزن لأنها ممكن هاي الدهون مع الأجواء الجديدة اللي انت رايحة تعمل لك خاصة الأطفال لما يسافروا مع أهليهم ما في تحضير وجبات في المنزل فكلها بتعتمد على الوجبات الجاهزة هاي بتعمل عندهم تلبسات كثير من الأحيان صحيح يعني ممكن أعطي أطفالي بعض البسكوت بعض البشار الأشياء اللي أنا متأكد منها إنها هي ما بيدخل فيها لا كثير من الدهون ولا بتلامسها الأيدي الغير النظيفة أو فيها بعض المواد اللي أنا أشق فيه مدى مثلا نظافتها مثلا لو جينا للحوم لا نحن تناول الأسماك أسلم من الدواجل والدواجل أسلم من اللحوم الحمراء يعني كما نسلسلهم هي الأسماك في الأول بعدين الدواجل بعدين اللحوم الحمراء بسبب عمام الجو بسبب قدرتها على نقل البكتيريا والمايكروبات لجسم الإنسان صحيح من النصائح برضه الإنسان رايش مضغوط رايح الإنسان يسافر ينبسط ما يعتمد على التنقل دائما في المواصلات خلي جسمنا دائما في حالة حركة دائما لا ننسى نصيبنا من شرب الماء الحرص دائما 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 على شرب الماء أهم من شرب العصائر العصائر برضه حتى لو إذا الباعات المحلات الباع اللي بتكون بسبب العصير حتى فريش مثلا بخصوة هذا فريش مثلا نبضع نفس الشي لعامل النظافة والسلامة التحضير والأكواب اللي بنحط فيها فخلينا إما بتاخد العصير اللي مبكتر مع أنه هذا برضه فيه تعورات حرارية شوي بتكون عالية أو نحرص على شرب الماء حتى نتجنب مشاكل الجفاف والمشاكل اللي ممكن الصيبنا وإحنا في استفر صحيح أيضا في الطيارة يعني الواحد وهو مسافر في الطيارة يحرص على أن يشرب ماء كثير أثناء لأن الضرب يحرص على الضرب يحرص على الضرب وبعدين أنت هذه مشكلة حتى إحنا لما بنسافر في المطارات بنبلش نشوف اللي بيكون فعليا غير متناول وجبته قبل ما يطلع من بيته المطاعم هناك بتكون في إزدحام وكلها أكي فاست فود وبصيروا بعدها الناس اللي يتولي يتصير عندها إما مغس أو منشوف بالطيارة الأطفال ما بيت حمر وخاصة لما يتصير عندك الضغطير الهبوط والإقلاع فإنت لو إن الواحد يتناول الوجبة منه هو في البيت بتكون المعدة أخذت قصة من الراحة أنت ما قبلت على المطار وإنت كثير جوعان بحيث أنك تتناول ما قبل ما تطلع الطيارة من هاي الوجبات إذا ما تناولتها مجرد ما تركب بالطيارة بتقول لش تطلب من الأكل اللي موجود صحي سوهة الحين عادة بعد المطارات عندنا المطارات عندنا الحين ما شاء الله يعني أكل آسيوي كلها سبايسي وينما تدشيت اللون حاطي لك ما لذي وطا من السبايسي سطلع الطيارة لازم يحطوه لك سبايسي يعني الله وكيلة موب تلبك معوي يستوي انفجار معوي عندك في البطن أما بعرفوا أش اللي نهر ينغبوا يعني الوتر بيكونوا نزيل نحن شاكري لك ياسوها بس إذا كلمة أخيرة تبغيين توجهينا قبل ما نختم معاتك أولا مبارك عليكم العشرة الأواخر والله يا ربي يتقبل الصيام من الجميع إن شاء الله الحرص الدائم والدائم على أن الإنسان يتناول الغذاء الصحي لتجنب أي شيء فيما بعد حتى ننبسط في كل أوقاتنا سواء اللي يسافر أو المقيم أو حتى لو بدك تروح أي زيارات أثناء العيد سيكون لدينا صفر إن شاء الله في بعد يونين عن الانتقال ما بين رمضان إلى العيد والأجباد الصحي اللي رح يتناولها شخص ينطقل بشكل صحي خلال هاي الأيام إن شاء الله الكل بيستفيد منها وكل عام وأنتم بخير وأنتم صحة وسلامة شكرا لتش خصايا التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي سوها نوفل على هذه الفقرة المهمة إذن مستمعين ما نطلع فاصل بعد الفاصل ما نتحدث عن مبادرة أطلقتها هيئة الصحة في دبي بالأمس عبارة عن خمسين بئر هذه ضمن مبادرة سقية الأمل فاصل وراجعين صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة طيب متواصلين معاكم يعني في فقرتنا الأخيرة اللي ما نتطرق فيها لواحد من المواضيع المهمة لكي أرقام التواصل معانا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق رسالة نصية على أربعة صفر صفر ستة مستمعين استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للمؤسسات الحكومية والخاصة للمشاركة في سباق مبادرة سقية الأمل أعلنت هيئة الصحة في دبي عن مشاركتها في الدعوة الإنسانية النبيلة بضخ خمسة ألف وخمسمية واربعين لتر من المياه للمناطق اللي تعاني من شح المياه مياه الشرب ما نقصد في مختلف قارات العالم هذا البارح اللهم لك الحمد ووصلوا الشباب عندنا يعني إلى خمسة ألف وخمسمية واربعين لتر عموما تقوم مؤسسة مبادرات محمد براشد المكتوم العالمية بالتبرع بنفس كمية المياه الإجمالية اللي بضخ كل جهة وكل مؤسسة وإيصالها إلى المحتاجين والمحرومين في المجتمعات الأقل حظا من المياه في العالم وأعلنت الهيئة في الوقت نفسه عن حفر خمسين بئر في بنجلادش وطجاكستان تحت اسم مبادرة سقية الأمل وذلك مساهمة من موظفيها وبالتعاون مع مؤسسة محمد براشد المكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تفاصيل هذه المبادرة مستمعين والجهود في هذا الجانب الإنساني للهيئة معنا مدير صندوق الصحة للساس سالم اللاحج صبحك الله بالخير خير ورحمه يعني ما شاء الله بالتزامن مع هذه المبادرة على طول طلعته بحفر خمسين بئر فخبرنا عن هذه الفكرة أزاك الله خير في البداية طبعا من أهداف أو من رؤية هيئة الصحة اللي هو تعزيز الصحة فوصول الماء النقي أو الصالح للشرب يعطبا يعزز الصحة يعني صح فمن المطلق هذا طبعا نحن الهيئة هدفها داخل الدولة وخارج الدولة أن نتقدم خدمات في هذا المجال يعني فمع بداية يعني أو مع انطلاق فكرة استضافة المضخة الماء هذه أو سقية الأمل طبعا نحن بدأنا نفكر في شون نسوي يعني حق للموظفين يعني أن يكون مساهمة موظفي هيئة الصحة مش فقط أن تكون بس بالاستضافة المضخة أو الجهاز لا نحن طلعنا أكثر من هذا أن نحن بنطلق مبادرة أو بدأنا أعلن عن مبادرة بتستمر خلال الأشهر الياية أن نحن نيمع لتبرعات أو مساهمات من موظفي الهاية وتحفر أبار لخمسين بير باسم موظفي هيئة الصحة نحن نجحنا في السابق بتقطية هذه أنا كتاب غير ذكرك أن السنة الماضية ما شاء الله في مئوية زايد رحمة الله عليه مغفورها وبإذن الله الشيخ زايد استطعنا في هذه الصحة أن نحفر مئة بير طبعا هو الحمد لله وتعدين الرقم وتعدين الرقم الحمد لله السنة نحن التنسيق نوية بيكون مؤسسة محمد بن راشد الأعمال الإنسانية والخيرية اخترينا مناطق يديدة اللي هي بنغلادش وطاجكستان البارحة كان واحد من الأخوة يقول هالمناطق فيها ماء بس ما فيها ماء صالح للشرب صحيح اختيارنا كان على أساس أنه توفر الماء للسليم أو الصالح للشرب للناس يعني جميل لأن أنت في النهاية يوم توفر الماء أنت توفر لهم الصحة وأيضا يعني توفر بيئة جيدة وصحية خاصة للأطفال لأن الطفل محتاج ماء سليم أنا زرت بنغلادش شفت يعني مسألة وايد معنا البلد مثل ما ذكرت فيها فيها ماء وفيها كذا ولكن المشكلة تغييب فيها المياه القابلة للشرب أيضا أستاذ سالم يعني التعاون المثمر ما بين الهيئة ومؤسسة محمد راشد المكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تعاون كبير خلنا ناخد تفاصيل أكثر عن هذا التعاون طبعا مؤسسة محمد راشد للأعمال الإنسانية يعني وحسب نحن في السنة الماضية تقريبا اعتمدنا ومذكرة التفاهم نحن في إطلاق مبادرات تبني مشاريع طبعا المشروع الكبير عندنا له نبضات يعتبر واحد من أنجح المبادرات بالتنسيق مع مؤسسة محمد بن راشد الأعمال الإنسانية وهيئة الصحة علاج قلوب الأطفال يعني اللي هي القلب مفتوح نحن نحط هدف دائما في شراكاتنا ويالمؤسسات الخيرية أن تكون هناك مشاريع تخدم المجتمع وتعزز الصحة بشكل عام يعني كان داخل الدولة أو خارج الدولة مع مؤسسة محمد راشد كان فيها مساهمات سابقة أننا نحن وفرنا بعض الأجهزة الطبية وبعض الأدوية لبعض الدول يعني اللي هي اللي يكون فيها تنسيق بين المؤسسة وهذه الدول يعني فالتنسيق مستمر مع المؤسسات الخيرية نحاول نختار المشاريع أو المبادرات اللي تقدم أو تعزز الصحة بشكل عام وهذه ثمرت طبعا جهود يعني مشتركة بين الهيئة وبين المؤسسات الخيرية يعني جميل إذن يعني مستمعين عندما توفرون مياه فأنتم توفرون فرص أكبر لمستقبل أكثر إشراقا المبادرة مبادرة حفر خمسين بئر يعني خرجت بالتزامن مع مبادرة سقية الأمل اللي أطلقتها يعني مبادرات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم طبعا من خلال هذه المبادرة هيئة الصحة خرجت بخمسين بئر سوف تقوم بحفرة بالتعاون مع مؤسسة محمد براشد المكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية كل هذا ياخذنا سسالم إلى أهمية يعني وجود أزمة للمياه يعني ساعات أنا أريد أن أطرق خارج الموضوع لأن تبغي الصدق أحيانا بعض بعض الأرقام تعطيك يعني مؤشرات كبيرة أنه في بتكون عندك أزمة كبيرة في هذا المجال المجال أنك ممكن توفر الماء العذب الصالح للشرب هناك بعض الدول تأثرت بشكل كبير حتى في في دراسات يعني متوقعة أن حتى دول كبرى على الخارطة العالمية سوف تواجه هذه الأزمة عشان شدة عزيزي المستمع نحن يعني نقول لكم هلا هلا في استهلاك الماء الماء ثروة الواحد يعني أحيانا إذا حصلت شو اللولة بشي سموها حنفية أزين دقوطر دقوطر ماء أزين هذه إذا حصلت انتبه عزيزي المستمع لازم نتذكر لأن خلال نص ساعة حط سطل سطل عود نص ساعة بتحصل سطل انترس انترس ماء هذا ماء قاعد يضيع على الناس ويضيع علينا ويضيع كذا الاستهلاك هذا مهم جدا أن الواحد يعني يستوعب أهمية استهلاك الماء وطبعا أخي محمود بعد في الماء الحين يعني انت لو تشوف مشاريع ديوة ما شاء الله عليهم يعني في الاقتصاد في الماء أو يعني يوجدون لك أساليب وطرق جديدة صحيح يعني كيف تقتصد في الماء يعني إذا كنت مزارع كيف تقتصد في الماء أو دوران الماء عادت دوران الماء في الزراعة يعني في كل الوسائل الحين الحمد لله يعني في طرق جديدة تقدر تحافظ على الماء يعني وهو سر الحياة يعني في القرن الحادي والعشرين هي أزمة المياه هذا اللي يتوقعون يعني حتى كل المنظمات في تقارير دولية عن مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تشير إلى أرقام ومعطيات مرعبة حول واقع المياه في العالم لأن المياه هذه اللي تتعرض للتلوث وتشكل خطر على حياة الناس أكثر أو ما يقارب واثنين مليار من البشر يعانون من شح المياه وثمانين بالمية من الأمراض الناتجة عن الأمراض الناتجة عموما اللي تصيب الناس ناتجة عن المياه الملوثة طفل واحد كل ثمن ثواني في العالم يموت بسبب تلوث المياه هذا حسب آخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أرقام وخيفة وشكل ما قلت أنت شفت بنغلاديش كلها مياه طاجكستان نفس الشي عندها منابع مياه أو مرور المياه في أراضيها يعني بشكل هذا بس ما فيه الماء السليم للشرب يعني فإذا أنت أمنت يعني مضخات أو أنت أمنت حفر بير لأكبر عدد ممكن من الناس يعني يعني بيوصله للماء السليم هذا هو الماء النظيف يعني فشوف المردود على الناس كيف يعني إن شاء الله طيب نحن يعني سعيدين جدا بهذه المبادرة وأيضا دايما نحب نشارك بعد الناس كذلك يعني أحيانا صح صح أننا خمسين بئر لموظفي الهيئة هما اللي بيتمرون إن شاء الله نحن نتكفل ولكن إذا كان في مجال لنا مثل المبادرة مثل مئوية زايد إذا كانت يعني المئة بئر السابقة تعدين فيها لأن عمل الخير ما لحدود فهل ممكن حتى المستمعين أو الناس اللي معانا ممكن أن يشاركون مع الهيئة في هذه المبادرة إن شاء الله نحن التنسيق الحين وإلى أخوان في قسم التسويق إن شاء الله بيكون في حملة بنطلقها يعني بعد العيد وبتكون إن شاء الله لها جانب للجمهور إن شاء الله بيكون لها جانب إن شاء الله طيب أيضا يعني خلال شهر رمضان كانت عندكم الكثير من المبادرات اللي طلعته وإيضا المبادرات المستمرة على مدار العام أنا أحب دايما لما أنت تكون موجود آخر خمس دقائق أعطيك المجال لأن أتطرق لكل هذه المبادرات ليش العملية التذكير بها السلام لأن جهود ما شاء الله عليكم جهود كبيرة الناس مبعارفين هذا الجانب الإنساني اللي تملك هيئة الصحة بدبي بشكل كبير في عملية إن مساعدة الناس مساعدة المرضى إيجاد برامج علاجية لتوفير المساعدات للمرضى المعسرين وايد ما شاء الله عندكم مبادرات وايد برامج فهذه فرصة يعني نتطرق إلى أهامها تفضل أجزاء الله خير طبعا نحن في رمضان في المشاريع اللي هي الموسمية اللي هي الأفطار الصايم والمير الرمضاني بالتعاون للمؤسسات الخيرية قدرنا نوفر يعني يوميا تقريبا ألف وجبة أفطار للعاملين في الهيئة اللي هم عمال الفئات المساعدة والأمن واللي هم يكونون متواجدين ووقت الفطور يعني يكون فطور وسحور لهم هو تنسيق طبعا وتعاون مع المؤسسات الخيرية في مثل هذه ومع نحن ما ننسى موظفين في الأجر يعني دائما نشارك للموظفين في الأجر أنهم يكونون متبرعين يعني لو حتى بوجبة وحدة بس أن يكون له سهم في مثل هاي البرامج طبعا المير الرمضاني نحن السنة بالتنسيق ويالجمعيات الخيرية قدرنا نغطي شريحة كبيرة من الأسر المحتاجة يعني نسغنا ويا القيادة العامة الشرطة والدبي مع اللي هي اللي هي يسمونها الدوار العقابية أو يعني فنسغنا وياهم في مسألة نتوفير مير رمضاني لعدد من الأسر المساجين في المبادرة عن مشتركة مع الشرطة الدبي يعني مع الجمعيات الخيرية صار توفير يعني سلة غذائية متكاملة لمناطق حتى أو دبي يعني حسب الاحتياج للأسر هذه مشاريعنا المستمرة وهي دعم الحالات الإنسانية الحمد لله مستمرة أنا كنت الأسبوع الماضي في مستشفى دبي فكنا نسوي يعني مقابلات مع بعض المرضى يعني يعني مريض يمكن يعاني من مرض الكلا من 17 سنة فنحن ساهمنا في وضع القسطرة الدائمة لغسيل الكلا ف يعني المريض هذا كان يعني متفاجئ أنك أنت تشير تخل العملية ورجع ومبلغ مدفوع يعني فمتفاجئ أنه يقول أنا 17 سنة يعني على قولتهم خبرة أنا 17 سنة مريض فأول مرة حصل مثلا معاملة مثل هذه سير لا تهم سير سوي العملية وفاتورتك مدفوعة فكان وائد يعني المريض هذا مرتاح مع أنه يعني شخصية بسيطة يعني إنسان بسيط يعني والله يعني أنا يليتك زقرت أن أوثق هذه اللحظة والله والله أنا وثقت انتراها فموجودات عندكم يمكن بعض اللقطات هذه ممتاز ممكن ترجعون يعني إن شاء الله لا 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 أنا مسألة جميلة جدا أنه كنت يعني تساعد الناس بهذا الشكل وخاصة إذا كان يعني شخص مريض يعني فوق هم وألم المرض هم المبالغ هذه اللي يدفعها والمبالغ اللي ممكن تتراكم عليه وعلى أهله وعياله ف يعني هذه شغلة كبيرة اللي قاعدين تسوون سالسالم شيء كبير وإن شاء الله يا رب يعني نحن نغبطكم على على هذا الأجر اللي أنتوا تحصلون يعني هو أجر الدوام وأيضا الأجر اللي إن شاء الله يعني ينكتب لكم عند رب العالمين يعني تعجز الكلمات حقيقة عن وصف المشاعر اللي الواحد ممكن يشوفها من خلال مساعدة الناس ما شاء الله عليكم طيب نحن قبل ما نختم تبغي تقول كلمة أخيرة عن المبادرة وما نختم معاك يعني إذا خير إن شاء الله نحن يعني نوصل رسالة حكومتنا يعني صح ونقدر نساعد أكبر قدر من الناس إن شاء الله إن شاء الله تعالى إذن كل الشكر السيد سالم باللاحج مدير صندوق الصحفية الصحة في دبي نحن تحدثنا مستمعينا عن مساهمة هيئة الصحة في دبي من خلال سقية الأمل طبعا كان وصلوا أكثر من 15 540 لتر من المياه اللي من خلال الضخ اللي صار البارحة 50 بئر تتبرع بها الهيئة كذلك مستمعينا نحن نتحدث عن يعني مستقبل أفضل لكثير من يعني البشر الموجودين معنا أخواننا في الإنسانية حول العالم اللي يبغي يتبرع الأرقام طبعا ذكروها الجماعة فيه ممكن من خلال الرسالة النصية ممكن تدفعونها يعني فيه مبالغ معينة الواحد اللي يبغي يحدد خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وسبعين مية وخمسين ميتين وخمسين خمسمية درهم شو المبلغ اللي تبغي تحط انت كذلك هذا بالإضافة إلى المبادرة نفسها أنه كل يعني عدد اللترات أو هذا اللي يتم تحقيقها من قبل الدواير والمؤسسات على حسب المبادرة اللي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد براشد الله يحفظه فهذا التبرع وأيضا هذا ما يمنع أننا نحن نتواصل ونتبرع لمثل هذه المبادرات لأن الخير مجاله يعني مفتوح للكل خاصة في رمضان هذه الأيام الطيبة عموما وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم يا أخي أنسى والله أنسى الوقت سامحني وصلنا إلى هات حلقتنا اليوم شكرا ميرا المري كانت معنا في التنسيق شكرا يوسف سعى الأداد لإخراج عيسى سبيل تحياتي محدثكم حمود وسفر علي ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي